ذكرى مصطفى محمد اللي احنا كنا بنتكلم عليه خلينا اقول لكم خبرين مهمين برضو الموضوع بتاع اسمها ايه البطاقة الدولية الزمالك حارس البطاقة الدولية بتاعت مصطفى محمد خلاص او ارسالها يعني انجاز التعبير بشكل رسمي بعد ما تم الانتقال لمدة موسم نصف مقابل اتنين واتنين مليون دولار طيب الموقف هيبقى عامل ازاي؟ الزمالك محافظة على حقوق ازاي؟ العقد مكتوب ازاي؟ مسؤولي زمالك اشترتوا في التعاقد مع جلطة صراي في موضوع انتقال مصطفى محمد بصفوف الاخير ان يتم ارسال قيمة التعاقد في مدة اقصى 48 ساعة من تاريخ ارسال البطاقة الدولية بعد تلك البطاقة الدولية اعد على ايدك باشا 48 ساعة تديني فلوسي توتو على كبوتو طيب هتتأخر وما فيش توتو على كبوتو هتديلك مهلة خمس تيام هتديلك مهلة خمس تيام بعد 48 ساعة عطلان انت يعني مثلا طيب اتأخرت بقى انت دلوقتي انا مديك خمسة وقبل يوم اتنين يعني كده سبعة يعني كده اسبوع من تاريخ ارسال البطاقة الدولية يبقى تعالى بقى نتحاسب ونشوف الموضوع ازاي يبقى النادي التركي يتغرب خمسمائة الف دولار الى جانب كل يوم تأخير عليهم مئة الف دولار طيب انت مش عايز بقى اي حاجة من من القصص دي بس ليه انا بقولك بقى الخبر ده ليه ليه الخبر ده دلوقتي عشان وانت قاعد تبقى عارف انه الزمالك عامل عقد كويس بيضمن في حقوقه عشان تبقى ااخد بالك انه العقد مكتوب كويس والناس اللي كتبت العقد ديت ناس عندها وعي وعندها اه دراية كبيرة بكتابة التعقدات ان شاء الله باذن الله لازمالك تكون فيه لازمات دي والفلوس توصل والدنيا تبقى كويسة